شركة جوجل أطلقت تحديثا جديدا للوحة مفاتيح جي بورد أضافت من خلاله دعما للغة العربية على هواتف آيفون العاملة بنظام آي او اس التحديث الجديد يمكن بعد تثبيته التوجه إلى التطبيق واختيار اللغات ثم اختيار العربية ليبدأ تحميل الحزمة بعدها يمكن داخل أي تطبيق تفعيل لوحة مفاتيح جوجل واختيار اللغة العربية جي بورد تسمح للمستخدمين بالبحث داخل لوحة المفاتيح ومن تم الوصول إلى نتائج البحث ومقاطع الفيديو والمواقع الجغرافية داخل الخرائط من دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيقات أخرى بحيث يمكن إتمام كل شيء من داخل نفس التطبيق أيا كان اللوحة توفر دعما للصور المتحركة جي اي اف وبالتالي يمكن استخدامها في التطبيقات التي تدعمها على غرار فيسبوك وواتساب كذلك